ايه كمان عندنا؟ عندنا يعني اثبت رمضان صبح رمضان صبح اه يعني احنا قبل ما اخش الهواء كان فيه كلام ان الوادى استأنفت على قرار لجنة الاستماع وكذا وانه هو رمضان خلاص كذا يتم اقافته انه لا هو رمضان هيفضل يلعب كريم بشكل طبيعي الهو الوادى قدم استنافه اخر يوم من محتشر سبتمبر ده اخر يوم كان فيه لنت هتقدر تستأنف على الحكم استأنف على الحكم هم عندهم من الغاية يوم ستة اكتوبر يقدر يقدم المستندات والحجاج بتاعتهم اللي بتقول ان ليه هم عزيني يوقف رمضان صبح بعد ستة اكتوبر رمضان هو كمان هيقدم المستندات والحجاج بتاعتهم اللي بتقول ليه هو ليه ما يتوقفشي القصة كلها هتروح فين في النهاية هتروح للمحكمة الرضية الدولية كاس وهي اللي هتفصل في الموضوع الموضوع مطول معنا لغاية اعتقد شهر مارس عشرين خمس وعشرين اه ده لسه طويل في خلال الفترة رمضان مش هيتم اقافه رمضان هيلعب عادي جدا هاني زهران كنت انا حصل تليفون ده محامي رمضان صبحي حصل تليفون مابينه مابينه قبل الهواء على طول واكد انه هو يصق تماما في برات رمضان وهو هعندهم المستندات وعندهم الحجاج اللي هيقدموها واللي هتدعم موقف رمضان بشكل بير جدا نتمنى ان الناس تلتزم السرط تماما خلال الفترة الجاة في بعض المواضيع الشائكة زي رمضان وزي فتوح دي لعيبة صغيرة مستقبل القرى المصرية اتمنى ان الناس تهدى عليها شوية بنشوف ازاي الضغط العصبي والضغط النفسي بيأثر بشكل كبير جدا على اللعيبة دي القعدة سابت حتى في حياتنا في شغلنا في دنيتنا فيش حد يتمنى انه حد يتدمر مستقبله او يحصل له مشكلة في مستقبله مفيش حد سليم معافى نفسيا يتمنى ده ولكن لقدر الله كان رمضان صبح مزنب ساعتها يتعاقب براحة غلاب دي دفع عنه ساعتها بس نتمنى انه ما يبقاش مزنب ونتمنى انه ما يحصلش اي مشكلة نتمنى ده نتمنى ده خاصة اللي احنا مش عايزين قلبنا توجه تاني كفاية رفعة كفاية كابتن اهاب جلال كفاية اللي فات فكل حاجة خليها تاخدها في مصرها في قضاء بيحكم في قضية فتوح وفي اجراءات مشف في رمضان صحيح خلينا سكتين لغاية ما يتم القول الفصل في الموضوع ونانا عليه نبقى نحدد بقى ونشوف صحيح أرأنا يعني نبقى نقول أرأنا بقى براحة نصحيح صحيح